إلى ذلك قام وزير الأوقاف سامة الأذهر على رأس وفد من قيادات الوزارة بزيارة شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أحمد طيب وأكد وزير الأوقاف أن الإمام الأكبر واجهة الأزهر الشريف ورمزه المعبر عنه وعن مصر أمام العالم في الشأن الديني مضيفا أن الزيارة بداية لمرحلة جديدة تكون فيها المؤسسة الدينية يدا واحدة وعلى قلب رجل واحد خلف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لفتا إلى أن الأجواء الصافية والتنسيق التام بين كل مكونات المؤسسة الدينية هو البداية الحقيقية لتجديد حقيقي للخطاب الديني ونشر قيم الإسلام السمحة ومواجهة كل تحدياتنا والنهوض بوطننا العظيم بالإضافة إلى الانطلاق إلى بناء الإنسان المصري الصانع للحضارة تأتي هذه الزيارة انطلاقا مما أعلنه فضيلة وزير الأوقاف من استفاف الوزارة ودار الإفتاء ومشيخة الطرق الصوفية ونقابة السادة الأشراف جميعا خلف الأزهر الشريف وإمامه الأكبر وتنسيقا تاما مع الكنيسة المصرية الوطنية جمعا لشمل كل أبناء الوطن بروح التسامح والإيخاء وتحقيقا لمبادئ المواطنة الكاملة الدافع لنهوض الوطن إلى مكانته اللائقة ترجمة نانسي قنقر